اخ باعتراض امي على ترشيح نفسي الرئاسة وزعمها ان كل من هبه ودبه يرشح نفسي عشان مليون جنيه فايا ماما هرشح نفسي وآيا ماما عشان مليون جنيه انا مش هعرفكم علي وقولكم انا عملت ايه وسويت ايه ورحت فين وجيت منين انتوا هتتعرفوا علي من خلال البرنامج بتاعي هتعرفوا ان انا مصرية صاميمة واحرص منكم على مصلحتكم هتعرفوا ان انا ما طمعت في الكرسي الا طمعا في راحتكم وايثبتا مني لحسن نيتي فاول قرار ساصدره بعد توالي المنصب وكسباني الكرسي حمام في كل مترو ايوان حمام في كل مترو حمام حريمي حمام رجالي طبعا هيرد علي بعض المتشاككين ويقول لي يا سلمة فكرة الحمام مرفوضة في اوروبا وفي الدول المتحضرة ليه بقى لانها خطر على الصحة يا سيدي يا سيدي في بعض الدول الناس بتعمل فيها حمام تحت المترو انا لغاية دلوقتي رسيت على ثلاث تعينات في ثلاث وزارات فقط او الوزارة الخارجية هيمسكها ابو تريك ايوان ابو تريك ابو تريك المتذكر غزة دائما وابدا الذي اصلح العلاقة بينها وبين فلسطين بعد ان افسدها جميع المنتفعين ايوان هسال علاقتنا بجول الدول ويفسد علاقتنا باسرائيل ثاني وزارة وزارة المالية هيمسكها عمر الخارج طبعا بما ان العالم كله يتجه نحو النظام الاقتصادي الاسلام واحنا لغاية دلوقتي وقفين حيرانين هت نحن دولة رأسمالية امبشتراكية لا يا سيدي نحن دولة رأسمالية تريدة ان تتخلص من اشتراكاتها لا يا سيدي نحن دولة حكومتها رأسمالية والشعبشتراكي لا يا سيدي نحن دولة مؤسسات نبقي المؤسسات نبقي المؤسسات ولنعمل المواطن السهب ثلاثة وزارة سرعة سفر queremos Virus يجب فيها انا بنا تدرس في الاعلام ولا اكثر الاوي جميلة غلا cuidado هưa درسات كلام النابي ا bashوا او اعيزة الطب وولنبي تحقق طبعت يقول لهم يخلونا لو صرت الإعلام إليكم لائحة بمجموعة القانون اللي سأقوم بتعديلها أول ما أمسك الحكم وما تخافوش مش هعمل زي سوريا وأول ما أمسك الحكم هغير القانون عشان أمسك الدولة لفوريفر أنا أصلاً عارفة كويساوي إن أنا مش عايش لفوريفر ده غير إنه متوسط عمر الفرد في مصر انخفض لأوال الخمسينات يعني كده كده كلها كم سنة بس اللي أعدانها مع بعض وأنا مشي الواحتي أول قانون سأصدره الحقيقة هصدره مناعاً على رغبه شخصية ملاحة أنا سأمنع بتاتاً أي مواطن يدوس على زرارة الأسانسير مرتين اللي طالع هيدوس طالع بس بس واللي نازل هيدوس نازل بس بس ومش هشوف حد بها وايب تك 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 على زرارة الأسانسير ده لو كانت اللاجت بك كنت عملت كده سأصد القانون يمنع إلهام شهين ونبيل عبيد سأصدر قانون إن وزير الثقافة لازم يكون متجاوز عشان أقطع ألسنة الجامعة وحط لصبع عفعين ساركوزي هبر أي مواطن مصري في أي حتة في العالم هياخد عبارة من أي حتة في العالم لأي حتة في العالم لازم يركب عوامة على شكل البطة عشان أنا رمز البطة محدود الدخل في قلبي دائما وأبدا حبايبي هعمل لكم مسابقة يلا وإثبتا مني الحسنيتي رغيف العيش مجانا هيوصل لكل مواطن لحد البيت أول خمس زلطات هتلاقيهم في رغيف العيش هلديك أنبوبة يلا يا عم يلا يا عم هلديك أنبوبة ثاني خمس زلطات هملالك الأنبوبة أيها يا عم أملالك الأنبوبة ثالث خمس زلطات مرزق بقى أنت بقى مرزقين منهم كتير محدود الدخل لدول ثالث خمس زلطات هعمل لك إيه؟ هتديك وبور واخد الأنبوبة هخرج كل المعتقلين السياسيين وحط مكانهم السوئين المكربسات شان معتقلات مدعوضش لوحدها؟ هعمل فصل تما بين السلطات سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية هنعمل يبقى؟ هنلعبهم كيلو بقى مية، ونشوف كل واحد فيهم هيرسى هيقعد فين بالزبط ونحن نعمل في الاسم محضر لكل سلطة فيهم ممنوع تقترب من السلطة الأخرى لمسافة على الآل لتلاتة كيب مش هبيع الأهرامات، ومش هبيعاتكم بلاد حفات الأخدام تشتغلوا بلؤمتكم وهكون أمينة في وضع ما هاجدت عليها، هعلمكم واوصل معاكم لبنلمج نضع عشان هحافظ كلنا على صحتنا على الآل مش هسرطنكم هعمل لكم أهلام مستقل فعلا، عارف دوره فعلا، عايز يثقفكم وعايز ينوركم فعلا، ويعرفكم حقوقكم فعلا هصلح علاقاتكم بكل الدول، وهخلي ليكم كلمة مسموعة كنوات اللي تصمّ بنا هتكون من بشرة، مفيش أي حد في النص سرمي عليه أخطائي ووعدكم موعدة شرف، يهنموت من الجوع كلنا سوا، يهنقب على وش الدنيا كلنا سوا طبعا، في غنى على إن أنا أقول لكم إن أنا لم أمشي أسيب الحكم، هجب لكم جمال يمسك مكان هحملكم أمانة، لو جرى لي أي حاجة في موضوع الانتخابات ده، أمي ما تشوفش من مليون جنيه ولا جنيه ولا جنيه يا ماما، ولا جنيه